أول بالحديث عن النادي الأهلي وأخبار النادي الأهلي خاصة بعد انتصار الأمس على فريق طلاق الجيش مباراة الأمس نقدر نقول حملة عنوان اللامنطق والفلسفة اللي بيقدر فيلر من خلالها يوصل للهدف والنتيجة اللي أزيح حقها اللامنطق في إيه؟ اللامنطق في فكرة أنك ممكن تعمل تغيير ما بين خمس ست لعيبة في التشكيلة الأساسية لكن بتحافظ قدر الإمكان على إقاع الفريق في المباريات بل بالعكس الإقاع بيزيد ورتم المباراة بيعلى حتى في التغييرات في التشكيلة الهجومية في المراكز اللعيبة في الخط الهجومي لما بتعمل تبادل وما بتعمل تغيير في المراكز واستبدال في عدد من اللعيبة الإقاع بيعلى لا رايحين في فكرة أصل لسا ما فيش انسجام أصل التدوير والروتيشن بيقلل من فكرة المستوى الفني والمستوى البدن فبالتالي الناس تستحمل لا 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 الفلسفة مش كده خالص وامبرح في المؤتمر الصحفي السؤالي المهم اللي اتسأل لريني فيلر في هذه الجزئية تحديدا كان رده مهم جدا عشان نعرف طبيعة المدرب اللي موجود في النادي الأهل واللي بيقود الفريق في التوقيت الحالي الفكرة الحمد للأهل بيكسب ومحقق نتائج كويسة ونتائج جيدة طبعا على الأعلى مستوى لكن كمان لازم تعرف القيمة الفنية للمدير الفني والجهاز المعاون اللي بيقود الأهل في التوقيت الحالي لأن الفكرة مش مرتبطة بالنتائج بس لا انت مرتبطة بمشروع لمدرب انت بتسعى في الفترة الجاية يعمل نتائج على المدى البعيد تحقق طموحات جمهوري النادي الأهل الرجل مبارح شرحها في جزئيتين قال لك من ناحية الزهنية وانا باشتغل مع كل اللعبة كان ناحية زهنية انه كله يكون حاضر معايا وجاهز معايا لبفرق باللعب أساسي ولعب احتياطي وهنا بيتكلم عن عقلية مدرب في أوروبا ازاي يقدر يشتغل مع سكوات كامل بنفس الشكل ببيفرقش من النهاردة معايا أساسي ومن احتياطي دي جزئية مهمة جدا ألها مبارح فيلر عشان تعرفوا القيمة الفنية اللي موجودة على دكة الجهاز الفني واللي بيقوده الأل في الفترة الحالية دي جزئية مهمة كان ألها ريني فيلر فيما يمتعلق بالناحية الزهنية قال كمان وانا باشتغل فنيا جول تدريبات كل اللعب عندي سواسية ببفرقش باللعب أساسي ولعب احتياطي ولو حد سأني من دلوقت على تشكيل مباراة المصر مش هادر يجاوب لأن خلال الثلاث يام اللي جايها من خلال التدريبة ده ده راحكم من اللي هيكون موجود معايا ومن اللي هيكون جاهز فبالتالي انت بتتكلم على مدرب بيحضر اللعب زهنيا كلهم بلا استثناء ما عندوش فارق ما بين لعب أساسي ولعب احتياطي والنقطة التالتة والأهم ان هو كمان عادل في التعامل مع بكل اللعبين ما بيفرقش باللعب كبير واللعب صغير أهم حاجة عنده العطاء الفن والبدني جوه الملعب وكمان الفكرة انك لما بتغير مجموعة اللعيبة ما بين 4-5 وتبدأ بمجموعة أخرى في مباراة مباراة طلاع الجيش الفكرة اللي عند الجهاز الفني بتطبق ايا كانت الأدوات اللي قدامه او ايا كانت المجموعة اللي قدامه دي نقاط انا شايفها وما استاهم بارح في المؤتمر الصحفي اللي كنت حضره بارح في مباراة طلاع الجيش والأهل أو الأهل وطلاع الجيش وحسيت بجد انه مدرب لا بيشتغل على أمور فنية مهمة جدا لمستقبل النادي الأهلي وكل حاجة لكن لازم تفهم طبيعة وفلسفة المدير الفني اللي بيقود الفري في التوقيت الحالي دي جزئية كنا بنفتقدها لفترات طويلة والدرجة حتى ترسخت في عقلنا أفكار فيما معناها لو حصل روتيشل الاداء الفني بيهتز أصل الانسجام مش موجود لا 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 الكرة في أوروبا مش كده والرجل المبارح قال كده قال الكرة الأوروبية والعقل الاحترافي دلوقتي ما بيقولش كده لازم اللعيب عندك ذهنيا يكون مركز ومحاضر بشكل كويس للمباراة واللعيبة أساسية واحتراطية تكون عارفة في أي لحظة ممكن يتم الدفع بيها ببقاش عندك فكرة اللي انت متأكد من المباراة هيبدأ فيها أحمد فتح ولا محمد هاني علي معلول ولا أيمن أشرف ياسر إبراهيم ولا رامي رابعة ومحمود متولي المجموعة كلها سبتة وأساسية المركز الوحيد اللي فيه يعني تأكيد على مشاركته الحمد لله محمد الشنو ربنا يكمل على خير الفترة الجاية الشنو عام المصب ولا أروع لمركز في حراسة المرمى مستقبل القرى المصرية لفترة الجاية مفيش حد بنفس الشنو الحمد لله في الدور المصري خلال الفترة الأخيرة كمان نقطة مهمة جدا بقى متعلقة بخط وسط الأهل من حوالي أربع خمس حلقات التلاتة واتكلمت بعد مباراة الأهل والمقولين على ستاة السلام والفكرة الباص وفكرة القرات البينية واللعب المحوار في وسط الملعب اللي بيلعب دور البوكس تو بوكس زي عامر السلية والإمكانيات البدنية اللي عنده أليو ديانج الأهل بيمتلك أفضل عناصر في الدور المصري وإن شاء الله في أفريقها هيترجم ده في المباراة اللي جاية لكن بالقياس في الدور المصري عندك كوالية اللعيبة مش موجودة في الدور المصري مع كامل الاحترام والتأذير لكل اللعيبة وكل الفرق النتائج الأرقام الأهداف الإحصائيات كل شيء بيؤكد أنت عندك إمكانيات لعبة متميزة عامر السلية السنة دي من اللعيبة اللي البعض ده ممكن يشوفها في مباراة عامل مستوى فني عالي جدا وفي مباراة ممكن الناس ما تحسش به لكن عامر السلية عامل مستوى سابت في كل المباريات في مباريات ممكن أنت كمشجع أو أنت كمشاهد ومحب للنادي الأهلي تحس أن السلية في المباراة دي ما أعطاهش قرات كتيرة لكن اللي كان ليه دور محواري هجومي تبقى لتعليمات الجهاز الفني في أم بي في مباراة أخرى تلاقي السلية بيكمل وبيسدد بيجيب جون زي جون الأحراز مبارا هي فكرة متعلقة بتعليمات الجهاز الفني والسلية أرقامه السنة دي لم تتقرر لأي لأي خط وسط في الدور المصري آخر خمس سنين سواء في قطع القرات سواء في إرسال القرات للأمام القرات الطولية القرات البينية التكملة الهجمة مع اللاعبين والوصول حتى مانطية الجزاء والتمنتاشر وتسته الأمس في مباراة تلاقي الجيش بتأكد أن السلية ماشي في شكل جيد والسلية عامل موسم والأروع هو وقالو ديانج والحمد لله لدي الأهل عنده مستويات فنية متميزة جدا طيب انتصار إمبارح في مباراة تلاقي الجيش إزاي تبنى عليه أو إزاي تشتغل عليه على المباراة اللي جاية عندك مباراة المصري المصري الفترة الأخيرة كان نتائجه لم تكن على ما يرام في مباراة الدولة لكن إنبالح كان عنده نتيجة كبيرة صحوة بالانتصار على وادي ديجلة بسلاسية في استادس جيش في السويس فبالتالي مباراة المصري والأهل القادمة مباراة صعبة جدا مباراة تلاقي في استاد حرس الحدود مباراة مؤجلة لكن النادي الأهل إن شاء الله بيشتعل على فكرة السلسل نقاط وأن يواصل أو يواصل فكرة مسلسل الانتصارات وصدارة الدوري خلال الفترة جاء عشان يقدر ينهي المسابقة مبكرا وده يكون لي تأثير إيجابي فيما بعد لما إن شاء الله تكمل مشوارك في البطولة الإفريقية ولما توصل للمراحل النائية مرحلة السيمي فاينال ومرحلة الفاينال